أنا مع رئيس الجمهورية في قوله وأرى أن كل ما يقوله وكل ما نادى به وإنذار اللي يوجهه والتحذير اللي أصدره ضرب لب القانون وروحه ووصل إلى جوهر الدستور أمام عجز الكتلة السياسية عن تقليم شيء أمام عدم وجود كتلة نيابية أكثر عددا حقلة؟ نعم من هي الكتلة النيابية الأكثر عددا الآن؟ حسب توصيف سياحة القاضبة أنا النظري شيء والعملي شيء آخر أنا ما عندي بل بالعكس الكتلة النيابية الأكثر عددا هي 176 نائب اللي أناطوا أوكلوا تركوا مهمة الترشيح لرئيس الجمهورية وليس الفتح وسائرون نعم